بسم الله الرحمن الرحيم نواصل في تلك الحلقة دورتنا التدريبية في تسمين حيوانات المزرعة وقد خصصنا تلك الحلقة لموضوع كيفية الحصول على معلومة زراعية في مجال الانتاج الحيواني والداجيني والسمكي مثل كيفية الحصول على أعلاف معينة أو سلالات من الكتاكيد أو سلالات من الأغنام أو سلالات من الماعز أو نوع من أنواع الأدوية البيطرية كيف يمكننا كمربين أو هو الحصول على تلك المعلومات بأنفسنا نستخدم في تلك الحلقة الصفحة الرئيسية والواجهة الرئيسية لصفحة شركة هايل للإعلام الدولي شركة هايل للإعلام الدولي كما نرى هي شركة متخصصة في الإعلام الزراعي والبيطري وكما نرى هناك العديد من إصدارات شركة هايل منها الدليل الطبي العربي دليل الأطباء دليل هايل للطب البيطري دليل الصادرات الزراعية دليل مصر الزراعي دليل هايل للمعامل مجلة عالم الدواجن مجلة صحة وجمال كما نرى وفي هذه الواجهة نستطيع الحصول على أرقام التلفونات للحصول على نسخة كاملة من هذا الدليل وكلها وصلات توصل إلى صفحات أخرى كما نرى هذه هي صفحة دليل هايل للطب البيطري مقسم إلى أجزاء مثل قطاع الأدوية البيطرية مشروعات مصانع الأعلاف ومكوناتها مشروعات الدواجن شركات تجهيزات ومستلزمات المزارع مجازر الدواجن معامل التحاليل والعيادات البيطرية مشروعات الإنتاج الحيواني وإذا أخذنا على سبيل المثال وليس الحصر مشروعات مصانع الأعلاف ومكوناتها وضغطنا عليها سوف ننتقل إلى صفحة أخرى وإلى حين تحميل الصفحة ننتقل إلى صفحة الإصدارات وأسعار الأدلة الإصدارات وأسعار الأدلة التي تصدرها شركة هايل للإعلام الدولي أسعار الأدلة اسم الدليل الدليل الطبي العربي الإصدار العاشر دليل شامل شركات ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية المصانع الأدوية والمكاتب العلمية سعر الدليل 140 جنيه والسي دي ب60 جنيه كما نرى دليل هايل للطب البيطري والإنتاج الحيواني والداجني الإصدار الثامن وهذا هو ما يهمنا في دورتنا التدريبية في تسمين حيوانات المزرعة دليل شامل شركات ومصانع الأدوية البيطرية ومصانع الأعلاف والحبوب وشركات استيراد الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الدواجن والأرانب والبط والماشية كما أنه يشمل على الرعاية البيطرية والأطباء البيطريين ويحتوي على دراسات جدوى ومعامل التفريخ وشركات استيراد وتصدير الأسماك سعر الدليل 60 جنيه وسعر السي دي 60 جنيه كما نرى أسعار ومحتوى كل إصدارات شركة هايل للإعلام الدولي كما نرى اخترنا من دليل هايل الطب البيطري مشروعات مصانع الأعلاف ومكوناتها وتحتوي هذه الصفحة على صفحات أخرى وهذا ليس معناه أن جميع الشركات والمصانع والمزارع الموجودة في الدليل الإلكتروني هذه نموذج بسيط من الدليل الورقي فمن أراد الحصول على المزيد من المعلومات لابد أن يشتري الدليل الورقي ومنه يستطيع أن يتحدث مباشرة للشركات والمصانع والمزارع ومصانع الأعلاف للسؤال عن أي شيء يريده كما نرى هنا في تلك الحلقة نتحدث عن الأدلة الزراعية للحصول على معلومة كاملة متكاملة شافية وليس معنا هذا أن الدليل الإلكتروني به كل شيء لأن الدليل الإلكتروني عبارة عن مثال وليس الحصر فهذا الدليل هو دليل تجاري يتم تداوله في الأسواق بالبيع والشراء وليس من المعقول أو المتخيل أن تضع شركة كشركة هايل كافة المعلومات التي ترد إليها في الدليل الإلكتروني وإلا فلما تطبع كتاب أو تطبع سي دي يتم تداوله وبيعه وإلى هنا نرجو من جميع المهتمين بمجال الإنتاج الحيواني والداجيني والسمكي من أراد الحصول على معلومة حديثة والتواصل مع الشركات عليه الحصول على هذا الدليل وليس هذا معنى أنني أشجع أو أروج لهذه الأدلة ولكنها هي الطريق والسبيل للحصول على المعلومة أحببت في تلك الحلقة توضيح هذا الأمر لكل من يسأل عن السؤال وليس لأن هناك من نوجهه إلى هذه الأدلة فيقول لم أجد سؤالي بالتحديد هنا أخي الكريم المربي أخي الكريم المهتم أرجو أن تتفهم الأمر إذا أردت علفا أمامك مصانع الأعلاف المختلفة في الدليل عشرة مصانع عشرين مصنع هناك مصنع ينتج أعلاف الماشية هناك مصنع ينتج أعلاف الأغنام هناك مصنع ينتج أعلاف البط وليس كل المصانع تنتج كل الأعلاف تريد حيوان معين بعينه كماعز إنتاج اللبن هناك مزارع لديها تربي الأغنام وهناك مزارع تربي الماعز عليك التواصل معها عن طريق أرقام الهواتف والسؤال أو عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك إذا كان لهذه الشركة أو هذا المصنع موقع على صفحتها على الفيسبوك وإلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح فكرة الدليل لابد لك عزيز المربي إذا أردت أن تحصل على دراسة جدوى اقتصادية تمت بشكل علمي أو الحصول على معلومة عن مصنع أو شركة أو مزرعة عليك بالرجوع إلى الأدلة الزراعية ومنها على سبيل المثال دليل هايل للطب البيطري والإنتاج الحيواني والدواجن من شركة هايل للإعلام الزراعي ويمكنك التواصل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للشركة لطلب الحصول أو طلب شراء الدليل عن طريق الموقع الإلكتروني مباشرة ونشكركم على حسن المتابعة والاستماع ترجمة نانسي قنقر